على وطيرة المعارك العسكرية التي يخوضها أبطال القوات الحكومية والمقاومة في محافظة البيضاء ضد ميليشيا الحوثي حاولت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران نأشن هجمات متعددة على مواقع عسكرية شمال وغرب محافظة البيضاء ودفعت بمجاميع بشرية كبيرة من أجل تعويض خسائرها التي منيت بها سابقا لكنها لم تحرز سوى تقدمات تضليلية مفبركة عبر قنواتها الإعلامية تدور المعارك العسكرية بمحافظة البيضاء منذ أيام وسط تقدمات عسكرية للقوات الحكومية ورجال المقاومة وانهيارات متتالية في صفوف الميليشيا الحوثية فحاولت الميليشيات الحوثية أن تصلع انتصارات وهمية عبر وسائلها الإعلامية قناة اليمن اليوم تضعكم في آخر المستقدات العسكرية يقف بجوارنا الملازم دحان السوادي عمليات الكتيبة السادسة يطلعنا على آخر المستقدات في محافظة البيضاء نرحب بكم قناة اليمن اليوم بزيارتكم إلى الجبهة ونقل الوقايع الحقيقية التي تدور في محافظة البيضاء فمن خلالكم نطمن الجميع بأن الجبهات في محافظة البيضاء مستمرة وصامدة فميليشيات الحوثية من خلال الإعلام تروج لبعض القنوات حقها بأنها استعادت المواقع وأنها انتصرت في البيضاء وهذا من خرافاتهم التي تعودنا عليها دايما يجيبوها في المواقف هذا فمحافظة البيضاء صامدة وستصمد إن شاء الله وستتحرر ويتحرر اليمن بأكمله هناك قوات العمالقة والجيش وحراس الجمهورية والقوات الحكومية مشاركة في الجبهة والمقاومة وكل القبائل في المعارك مستمر إن شاء الله وستستمر المعارك لن تتوقف بإذن الله والحوثي مهزوم فاتورة بشرية وعسكرية باهضة دفعتها ميليشيا الحوثي وما زالت على إثر هجماتها العسكرية الفاشلة ومحاولتها التقدم باتجاه مديريتي الحازمية والزاهر ففي جبهة الحازمية حاولت الميليشيات التقدم صوب منطقة برم بآل مشدل لتعود محملة بأكثر من ثلاثة وثلاثين قتيلا من عناصرها أما في جبهة الزاهر حاولت الميليشيات شن هجمات واسعة والتقدم صوب منطقة الحبج وسود غراب بآل حميقان لينتهي الهجوم بمصرع ما لا يقل عن أربعين قتيلا من عناصرها بينهم قيادات عسكرية ميدانية وسط صمود وثبات أسطوري للقوات الحكومية مسنوذة بألوية العمالقة ورجال القبائل أعلنتهم هذا الكاذبة لن تجد فينا شيء ونحن هذا تشاهدون روس الجبال وسوف ندخل عليهم موقع موقع إنها معركة الجمهورية والهوية اليمنية في وجه ميليشيا الحوث المدعومة من إيران التي تحاول طمس معالمها بمشروعها السلالي العنصري البغيض لقناة اليمن اليوم فؤاد المجيد محافظة البيضاء